اوكي مرحبا معكم راني صرنا في الحصة الثانية من حصص عمارة البرمجيات للمطورين هلأ صرنا عم نقرأ في أنواع العمارة في كتير أنواع من العمارة والمعماريين يعني داخل مهنة اتقال المعلومات لحالها فهون بدون أي ترتيب محدد محطوط هاي لستة من الناس اللي هني يعني أكتر شي يعني بيقولوا عن حالهم أن هني أركتاكت أوكي أو بيكونوا داخلين في أنوا يسموا حالهم أني هنسين معماريين برمجيين عمارة برمجي يعني ففي عندك الانفراستركتشور يعني البناء التحتية في عندك سكيرتال في الأمن التكنيكال يعني التقنية سوديوشن أي شيء علاقة بالحلول في عندك النتورك الشبكي في عندك الداتا البيانات في عندك الهاردوير العتاد الانتربايز يعني كل شيء علاقة بالمؤسس كمسي بحث ذاته الابليكيشن التطبيق عندك السيستيم النظام عندك الانتغريشن يعني كيف يقولك التكامل تبع البرنامج مع البرنامج أو السيستيم أو النظام اللي عم تركبه مع النظام الكامل وأنه يكون دمجه بقلب المشروع يعني الـ IT كـ information technology يعني مسؤول تقن المعلومات كمان بسموه كمان الوعلاب كلمة architect الوعلاب كلمة عمارة أو معمارة في عندك الـ database قواعد البيانات في عندك information معلومات في عندك الـ process العملية في عندك الـ business كمصلحة يعني كشغل كمؤسسة في عندك الـ software كبرامج فالشيء السيء يعني السيء الحظ فيها عن هذه الليستة انه بعض الكلمات هني أسهل ان واحد يعرفهم بالنسبة للبقية في كلمات أسهل من الثانية حتى الواحد يعرفها وبالأخص هدول اللي هني اللي بيعنوا أو بيعتمدوا على يعني بيكون في عندك واحدة بتعتمد على الثانية للتعريف تبعه فمثلا شو بتعني انه يعني شو يعني واحد معمارة أو شعني عمارة الحلول طيب هلا كمان لبعض المنظمات أو بعض المؤسسات solution architect أو مهندس معماري للحلول هو ببساطة رديف لكلمة software architect يعني مهندس أو مهندس عمارة بالبرمجيات بينما الكلمات الأخرى عندها دور محدد اللي هو بركز على التصميم الحل الشامل تبع شيء مسألة لكن الوقوف قبل هذا المستوى أو لكن بتكون بتوقف قبل المستوى اللي بيكون بيبلش أو المرحلة اللي بيبلش فيها تفاصيل التنفيذ أو التكويد بتكون التفاصيل التنفيذ وتكوين التكويد بتكون مناقشة وبنفس الطريقة كمان technical architecture كلمة غامضة مش واضحة وكي كتير كتير غامضة لدرجة إنه التعني عن مثلا عن software hardware أو تركيبة من اثنين يعني يكون architecture architecture للsoftware أو hardware نفس الوقت بشكل يعني متزايد في الاهتمام كلمة software architecture أو يعني مهندس عمارة البرمجيات أو عمارة البرمجيات الحالة هون يعني هون العمارة مش المهندس نفسه بالأخص بتظهر لما أو بشكل لموذجي بتظهر في نهاية الليستة لما أنا بسأل الناس عن لستة الأنواع تبعي عمارة أو architecture يعني عمارة التقالي المعلومات اللي هني مرأة عليهم يمكن هذا بيعكس الخربطة واللخبطة اللي هي بتحوم حوالين هذه الكلمة بكلمة software architecture طيب هلا شو هني عندهم بالمشترك شو كل هدول الكلمات عنده شي مشترك بيناتهم إذن طيب عدل إنه تذيير كل كلمة من الكلمات بكلمة architecture أو architect يعني عمارة أو معمارة غزلة من المعمارة كل هدول الأنواع من العمارة أو هندسات العمارة هاي عندهم بنية و رؤية مشتركة تمام خلينا أخذ مثلا infrastructure architecture يعني عم تحكي أنت شو اسمه عمارة البناء التحتية تمام كمثال وتخيل أنت بحاجة أنك تبني شبكة بين مكتبين على قاصي كل 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 مكتب قعد على الطرف من أطراف البلد ف عندك أحد الخيارات أنه أنت تلاقي أطول كابل اللي هو ممكن تقدر تجيبه وتبلش من طرف لطرف من مكتب لمكتب دغري بخط مباشر أو على فرض أنه عندك كابل هذا ممكن يعني ما بدأي أن يشتغل بس بالحقيقة في عدد من النظرية ممكن يشتغل لكن في حد في عدد من الحدود البيئية أو الجو اللي بيعيش فيه الكابل هذا حتأثر عليه اللي أنت بحاجة تأخذهم بعين الاعتبار لحتى فعلا تقدر تود شي معلومة وتقدر تود هيك حل وتنجز هيك حل وتحقق هيك هدف تمام فهون وين عملية العمارة العمارة والهندسة كهندسة يعني وأنه يكون عندك رؤية حتى يعني هون بتبين أهمية أنك أنت عم تتطائز هون بتبين أهمية العمارة وين والأهمية أنه يكون عندك رؤية حتى بعيدة نظر حتى تحقق الهدف طبعا هون بتبين أهميتها طيب فأول أول شأفة أو لا عفوا شأفة شأفة وحدة من شأفة وحدة يعني طويلة هيك من الكابل هو طريقة من الطرق بالحل هي مقارن بالحلول بس هو مش حل جيد يعني بالعالم الحقيقي بسبب الحدود اللي بتحطها في العالم الحقيقي لهذا السبب الشبكات هن عادة بكونوا أكتر تعقيدا وبتطلبوا مجموعة أو باقة من المكونات اللي بتشتغل مع بعض لحتى تأمن الهدف من من ناحية البنية من مظهور البنية التحتية نحنا فينا نحكي عن البنية يعني باستعمال كلمات اللي بتحكي عن المكونات العامة اللي انت ممكن تت أو المكونات العامة أو المشتركة اللي انت بتتوقع انك تشوفها في داخل هيك نطاع عمل أو هيك هيك مجال من الشغل الشيء مثل الراوترات الفايروال يعني جدر نارية أو جدر العزل يعني أو باكت شيبر يعني اللي بي باكت شيبر يعني هو اللي بيحدد السرعات أوكي سويتشات مثلا تمام سويتشات يعني تعرفوا بدلات الشبكة الاخ بغضل نظر عن شو انت عن ما في يعني بغضل نظر اذا انت عم تبني نظام برمجي أو شبكة أو شيء قاعد بيانات الحل الناجح بتطلب منك انك انت تفهم المسألة حتى تخلق رؤيا اللي هي ممكن تكون يصير فيه يعني رؤيا ممكن تكون يصير فيها نعم التواصل مع الجميع أوكي وممكن تتوصل للجميع أوكي اللي هني يعني شغالين معك في بناء المنتج النهائي أو ان شاء المنتج النهائي ف كلمة architecture أو كلمة معمارية أو هندسة هو صارت بغضل نظر عن مجال العمل هو بيكون عن بالآخر عن structure عن البنية وعن الرؤية المستقبلية عرفت شو فهذا هو شو اسمه أنواع العمارة أو الهندسات اللي احنا معكي فيها هو أصلا فيها أكتر هندسة هون من أكتر من هي عمارة تمام فإزان مشوفكم بالحصة اللي بعد عشان اشتراك بالقناة وخبار رفاتكم عن هاي السلسلة شباب اتابعونا كمان احنا دائما مفود بالأشياء الصعبة الموجودة للناس المتقدمين السلام